إذن مشاهدي الكرام طبعا نواصل معكم فقرات العالم هذا الصباح وبشهادة الجميع فإن ميادين الإنسانية الكويتية الرحبة تجاه اللاجئين السوريين في كل مكان بصمة خيرية بامتياز من خلال أنهار العطاء الكويتي التي تفيد بغوثها المادي والمعنوي لشعب أرهقته المحن ومزقته الشدائد من تركيا محطة كويتية متميزة لهذا النهج الكويتي المعطاء نتابع ومن ثم لنا عودة سجل حافل بالمبادرات والمواقف الإنسانية في رفع معاناة اللاجئين السوريين هكذا وضعت دولة الكويت بصمتها الإنسانية في تركيا بشهادة جميع المؤسسات الحكومية والخيرية التركية الحكومة التركية تؤكد أن دولة الكويت برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لا تشكل نموزجا فقط وإنما تعد رائدة العمل الإنساني الذي يحرك المجتمع الدولي لإغاثة المنكوبين عندما نذكر أول الدول التي سارعت لنجزة ودعم اللاجئين السوريين نقول أن الكويت رائدتهم نحن مدينون بالشكر العظيم لها نتمنى من الله أن يؤجرهم خيرا على أعمالهم فنحن لم نرى من الكويت وأميرها الكريم إلا سياسات تصب في مصلحة الإنسانية أولا والسلام الإقليمي والعالم وتشهد الجمعيات الخيرية في تركيا أن الدبلوماسية الإنسانية التي تتبعها دولة الكويت ليست مقيدة بالتعم المادي فقط بل وتستجيب لكل أنواع الأزمات أهمها الدعم السكني والطبي والتنموي العمل الإنساني يحتاج بالطبع لدعم وتكاتف دولي ونحمد الله أن هناك دولة شغيقة مثل الكويت لا تبخل بمال ولا جهد لمساعدة اللاجئين نعلم أيضا حساسية ومرؤة أمير وقايد الإنسانية الذي استضافه مؤتمرات في الكويت لجمع التبرعات ونقدر كثيرا مواقفه المشرفة التي أكسبته عن جدارة لقب قايد الإنسانية وتعد دولة الكويت من أكبر الدول المانحة للمساعدات التي يستفيد منها اللاجئون في تركيا إذ تنشط بإرسال المساعدات الغوثية بتشكيلها المعنوي والمردي فأنشأت قريتين لإواء اللاجئين بمدينة كيلس بينما تسير جمعيتها الخيرية قوافل إنسانية فيما تقوم فرقها الطبية بعمليات جراحية لعلاج المصابين بالفعل وليس بالقول تترجم دولة الكويت كل معاني الإنسانية على أرض الواقع لتبقى دولة العطاء والخير والمؤازر الأقوى لشعب أرهقته المحن والشدائد على مدار 9 سنوات إيمان دمرهنة لتلفزيون دولة الكويت إسطنبول